ترجمة نانسي قنقر ومثنيا على المستوى المتميز الذي ظهرت عليه أعمالهم وربطها بأهداف المسابقة موجها شكره للكلية الملكية للجراحين بشراكتها واستمرارها في تنفيذ هذه المسابقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من جهته قدم رئيس الكلية لبروفيسور سمير الاعتوم شكره لسعادة الوزير على دعمه للمسابقة وحرصه على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي لما فيه منفعة الطلبة ومن جانبها أكدت الدكتورة فرزان عبدالله المراغي الأمين العام المساعد بمجلس التعليم العالي أن نسخة المسابقة لهذا العام تميزت بإفزاح المجال لإشراك طلبة مؤسسات التعليم العالي مع تركيز كل مرحلة من المراحل الدراسية الأربع على موضوع محدد من موضوعاتها الصحية التوعوية وبدورها أعربت لبروفيسور كاثرين استراكان رئيس قسم المشاركة المجتمعية في جامعة البحرين الطبية عن احتزازها بالتعاون مع شركائها في المبادرات المتنوعة لزيادة الوعي الصحي وفي ختام الفعالية كرم سعادة وزير التربية الطلبة الفائزين في المسابقة في هذا العام تم توسيع نطاق المسابقة لتشمل طلبة المؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين فشاركوا العديد من الطلبة من المؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة شفنا حماس من الطلبة متحمسين مبرزين أفكارهم والثيم اللي راح يتكلمون عنه بشكل عام ويعني صراحة حتى المدارس والجامعات كان في حرص منهم على المتابعة والتأكيد على الحضور شفنا لوحات كثيرة يعني أنا كعضو لجة التحكيم احترنا بين المشاركات أعتبر هذه المسابقة أو هذا النشاط هو أحدى نشاطات مكتب خدمة المجتمع في الجامعة ونحن مسرورين أنها تتم بدعم من وزارة التربية والتعليم تقوم فكرة هذه المسابقة التي هي مخصصة لطلبة المدارس وأيضا هذه السنة أضفنا طلبة من الجامعات أيضا للتنافس عليها على تقديم فكرة طبية من خلال الرسم شاركت بلوحة تمثل البيئة النظيفة والطاقة المتجددة طبعا أنا فنان بحريني فأنتمي المدرسة واقعية فحبت لوحتي تكون واقعية رسمت فيها شجرة الحياة التي تمثل فيها البيئة النظيفة رسمتي تتحدث عن السلامة في الطريق فحنا حين بهذه الرسمة قاعد مع الناس عن أشياء عن السلامة وأن ميت لهون في التلفون الرسمة التي رسمتها كانت عن التدخين وعن أضرار التدخين لأن التدخين مضر للرئاتين والتنافس الجديد يمكن يعرضهم لأعراضين مميتة